خمس أحلام لو رأيتم في منامك أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك أبواب الرزق أول رؤية هي رؤية السمك تعرف أن السمك النبي صلى الله عليه وسلم جال عنه هو الطهور ماء والحل ميتته فعشان كده السمك ده يعني سبحانه الله تقدر تأكله حي ميت فتعرف أن ده أرزاق محفوظة لك سواء طالت هذه الأرزاق وأنك أنت كنت منتظرها بفارغ الصبر فتعرف أن في أموال مخزنة لك وأن الأموال ده ربنا سبحانه وتعالى حيرضها لك فلوليك دين عند حد وآيس أنك أنت تأخذ الدين ده اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيرض لك هذا الدين لا وحتغنم معه أيضا ولوليك مثلا يعني سبحان الله تجارة والتجارة ديات معطلة سيفتح الله عز وجل لك هذه الأبواب المغلقة وتسير جميع أمورك على الواجه اللي انت حبه فعشان كده خليني أسأل السؤال ده من فيكم اللي شاف رؤية السمك في المنام وحصل معاه اللي أنا ذكرته بالظبط اكتب لي في التعليقات وحرد عليك لكن نصيحة كل شخص شاف السمك يصل الرحم حتى ينال ما ذكرت بالنسبة لرؤية الثانية وهي رؤية الفواكه والثمار أنا عايزك تعرف أن الفواكه والثمار ديت يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم فقال الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فلما تشوف نفسك أنك أنت بتجمع مجموعة من ثمار من أي شجرة أي أن كانت الشجرة سواء كميتر برتوغان رمان المهم أنك أنت تحفلت على مجموعة من الثمار فنعايز أبشرك ببشارة طيبة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك من أبواب الخير الكثير جدا ما تهنأ به نفسك وتطيب به العيش وتكون فيه من المسطورين في الدنيا والآخرة فعشان كده رؤية الثمار والفواكه من الأشياء التي تدل على الرزق الوفي للربنا سبحانه وتعالى مسخروا لك ودايما الأشخاص اللي بيشوفوا الثمار أو الفواكه أو اللهم بيكتوفوا الثمار بيكونوا على ثلاث أوجه الواجه الأول أنه بيكون أعزب بيرغم نوع يتزوج أو شخص يعني سبحان الله متخوف من ضياع أمواله أو عنده أمور معطلة أو شخص ثالث بيتمنى أن يكون عنده ذرية أو عنده أبناء فأبشركم بالذرية الصالحة إن رأيتم الرؤية الثانية فعشان كده عايز أسأل سؤال هو في حد من اللي بيسمعني دلوقتي شاف الرؤية الثانية ديت وفعلا رزق بالذرية الصالحة ياريت تكتبلي في التعليقات وأنا أجاوب عليكم تعالوا بقى للرؤية الثالثة الرؤية الثالثة أنك أنت تشوف نفسك يا سعيد الكريم أنك أنت في بحر أو بتستحمى البحر أنا عايزة بتعرف أن البحر هو الحياة والبحر ده يعني سبحان الله من الأشياء العظيمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في الدنيا فعشان كده إذا أنت رأيته في المنام فأنت رأيت شيئا عظيم فالبحر ده إيه الصورة اللي أنت شفت عليها في منامك هل شفت أن البحر هايج والمياه بتحت عاتية كده حتغرجك تب في الحالة دي محتاج أنك أنت تحذر وتعرف أنك أنت على ذنوب ومعاصي أو أن حياتك فيها بعض التعطلات وبعض التوقفات فمطالب منك حاجة واحدة فقط لغير أنك أنت تسأل ربنا سبحانه وتعالى من فضل ورضوانه وتكثر من الأعمال الصلاحة حتى تفتح لك أبوها بالخير أما لو شفت أن البحر موجه هادي وأن الأمواج مش مرتفعة وأنك أنت بتقدر أنك أنت تتحكم في الأمواج فأنا عايز أبشرك أن حياتك مقبلة عليك بالخير بس مش خيري زغير لا لحيكون عندك تجارة حتفتح لك والتجارة ديت يعني سبحان الله حتكون رابحة جدا فوق ما تتصور فكل من رأى البحر في منامه ما الذي وقع لك بعد رؤية هدوء البحر ألم تتغير حياتك جاوب نبقى في التعليقات وتعالى للرؤية رقم أربع الرؤية رقم أربع معنا هي رؤية الأرض ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأرض في الكرآن الكريم في مواطن عديدة جدا وذكر أيضا أن الزوجة هي عبارة عن أرض فقال الله عز وجل نفاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم ممكن واحد يشوف في المنام أنه عمان بيزرع أرض كده بور والزرع بيطلع وراءه أبشرك اللي ديت ذريتك أو أبناك تمام والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجها ممكن واحد يشوف نفسه أنه في قطعة عبارة عن صحرة ومثل قطعة الصحرة دي تخلىها جنة خضرة فأنت مبارك حتتوب من معصية وحتتحول حياتك إلى جنة خضراء وأن كل الأضرار والسوء اللي في حياتك كلته سيذهب عنك بإذن رب العالمين تعالوا بقى للرؤية الأخيرة اللي موجودة بعناه ولو وصلت لحد هنا دوس لك وعمل مشاركة واكتب لي أنا معك عشان أرد عليك في التعليقات الرؤية الأخيرة هي رؤية المطر ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم وينزل عليكم من السماء ماء ليطاهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فروية نزول المطر من السماء دليل على تكفير الذنوب والخطايا ودليل على خروض صاحب هذه الرؤية من أضرار شديدة جدا والإنسان إذا شاف منامه أن في مطر بينزل عليه اعرف أن ذنوبك كله خطايا كفرت عنك لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطاهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فتعرف أن قدمك مثبتة في الأرض وتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك درجات وتعرف أن كل الأضرار اللي موجودة في حياتك بتزول فعشان كده كل من رأى المطر في منامه كان مصاب بسح أو مصاب بعين أو مصاب حسد ألم تشفى من سحرك وعينك والحسد اللي انت أصدت به وتبدلت حياتك إلى الأرزاق والطيب أي حد شاف رؤية من الأربع دولة يكتب لنا في التعليقات إيه اللي شافوا وإيه اللي حصل معا بعد كده وأنا هجاوبكم إن شاء الرحمن في التعليقات لكم أطيب تحدي أنا أخوكم مصاب رحمة دومتم فودي في أمان الله والسلام عليكم